الآن عودة إلى العمليات ضد العراق الآن وصلنا إلى نقطة أن العراق هو المبادر هو المبادئ هو الذي يتجه باتجاه الإيران الآن في الأشهر الأخيرة للحرب نحن نقترب من شهر عام 88 وصلتم إلى مرحلة وأنت رئيس الأركان أنه دخلت دخل الأراضي الإيرانية بعمق جيد جدا وقرأت في مذكراتك أنك اقترحت على القائد العام الرئيس الضم حسين حينها أنه لماذا اقترحت لي فكرة أنه لماذا لا يحتفظ الجيش العراقي يقتحم منطقة الأحواز ويسيطر عليها ويبقيها تحت يد العراقيين بعد عملية رمضان كريم يتحرير الفاو والتوكلات الأربعة التي تم بها تدمير معظم القوات المسلحة الإيرانية أطلق عليها اسم توكلنا على الله 1-2-3-4 وعملية محمد رسول الله الذي الفيلق الأول بقيادة السلطان هاشم نظف المنطقة الشمالية من التواجد الكردي آنذاك أوشك تحرر على أن تتوقف فأنا اقترحت على الرئيس هذه قبل العملية الأخيرة اقتياس سيد الرئيس نحن نقوم الآن في العملية الأخيرة ما التي تركنا على الله الرابعة في القاطع الأوسط ورح نأخذ معظم معدات وقدرات نسيطر على قدرات الجيش الإيراني والجيش الإيراني والحرسة الثورية كاد أن يدمر تدمير يعني 70-80-90% من قواته أنا أرى أن ننبغي أن نأخذ من الإيران القدرة التي تستخدمها الآن ومستقبلا وللمستقبل علاقة لمتوسط البعيد وهذه إيران قوة رئيسية هي في منطقة الأحواج والأحواج هي أساسا عربية وعراقية أساسا فكان أنا رأيي أن نندفع بأربع فالق إلى الأحواج ونسيطر عليها ونسيطر على منابع النفط وقلت لي يا سيدي أنا جاهز خلال أسبوع واحد أن أحتل الأحواج كلها ومهيئ فكرة أن أندفع بأربع فالق كاملة وآن ذاك تترك لك أن تبقى أن تنسحب أن تترك إلى الأحواجيين ومنظماتهم حق تقرير المصير وهذا يترك بالنسبة إليك ولكن دعنا نخلع من الأسد أو ما كان بالأسد الإيراني أنيابه وأنيابه هي في منابع النفط التي كانت تغذي إيران بأكثر من 80% من النفط في الأحواج وهذه الفكرة هو الحقيقة الرئيس ما رفضه بس قال لي فريق نزار أكو أحد آخر يعرف بهذه الفكرة قال لا سيدي أنا اعتياديا كالسابق أطرح الفكرة تقرها أنت حتى أضع تفاصيل الخطة الآن دع أطرح لك الفكرة لا أحد يعرف إلا أنا وأنت قال لي جيد فقط أنا وأنت نعرف بهذه الفكرة قال نعم سيدي قال أريدك لا تحكيها إلى أي إن كان إذا تؤمر سيدي ما قال لي إي أو لا أنا دع أطلع أترك الاجتماع قال لي فريق نزار قال نعم سيدي قال لي أريدك حتى في الحلم لا تذكر هذه الفكرة حتى إذا أحلمت ما أريدك تحلم بهذه الفكرة يعني أنا كنت أصوره أنه يجي كتمان شامل له يعني يؤكد على الكتمان شامل بس بعد معركة توكلنا على الله الرابعة قرر إيقاف الحرب عسكريا كان فعليا بإمكانك تحقيق هذا الهدف خلال سبعة أيام خلال سبعة أيام نعم نعم كان بإمكاني اللي كنا نحن مقررين أن ندفع بأربع فيالق أربع فيالق يعني أكبر من نصف الجيش العراقي آنذاك مقابل أن الجيش الإيراني كان قد تقريبا دمر وكذلك الحرس الخميني فكان تقديري سبعة أيام هي المسافة اللي إحنا راح يعني العمق حوالي أكبر من 150 كيلومتر إذا كان حدث ذلك وسمح لك صدامة وأمرك بالقيام بذلك كيف كان ذلك ليغير مجرى الحرب العراقية الإيرانية وتاريخ المنطقة بشكل عام للمستقبل إلى اليوم لو أن الرئيس صدام حسين وفق لكانت إيران تبقى دولة ثانوية في المنطقة يعني دولة ليست لها القوة اللي موجودة الآن حاليا ما كان يمكن أن تلعب هذه الأدوار اللي لعبتها لاحقا وكانت وكان العراق في مكان ثاني مختلف عما هو عليه وكان العراق في مكان ثاني حتى كان الرئيس يمكن ما يفكر بالكويت لأن هذه المنابع النفط اللي موجودة في الأحواز أكبر حتى من المنابع الموجودة بالكويت تغني عن الكويت وأموالها ونفطها وبعدين هناك إطلالة كبيرة على الخليج العربي صحيح حتى استراتيجيا استراتيجيا طبعا